نفأ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة بشأن تعديل جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة تزامنا مع قرار مد إجازة عيد الأضحاحة الثالث من يوليو المقبل أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة في موعيدها المقررة وفقا للجدول المعلنة للعام الدراسي الحالي دون أن يطرأ عليها أي تعديلات حيث من المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحاحة لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية من يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يونيو وتستمر حتى يوم السبت الموافق الأول من يوليو